بعد المناظرة التي فاز بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وانهزم النمرود الكافر خل سيدنا إبراهيم بنفسه وسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذلك أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى فسأله رب العزة أولا تؤمن إن الله تعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام مؤمن تمام الإيمان ولكنه يسأل عن الكيفية التي لا يمكن أن يتم شرحها بكلام إنما بعملية واقعية وعندها قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي أمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير وهم الحمامة والديك والطاوس والغراب وأمره أن يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن قطعا صغيرة ويخلط لحومهن بريشهن ثم يضع على رأس كل جبل جزءا منهن ثم يمسك رؤوس الطير بيديه ويسمي الله تعالى ويدعوهن بدعاء علمه الله إياه ثم ينتظر قليلا ليرى ما سوف يحدث وبينما كان إبراهيم عليه السلام واقفا متفكرا في خلق الله سبحانه إذا بالطيور تأتي إليه واحدة بعد الأخرى فأخذهن وذبحهن وقطعهن وخلط لحومهن بريشهن كما أمره الله ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من لحوم الطير المخلوطة ببعضها وبينما إبراهيم ينظر إلى رؤوس الجبال التي وضع عليها بنفسه أجزاء لحوم الطير وريشها إذا بالريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم وكل جزء يصل إلى الجزء الذي يخصه حتى قام كل طائر على حدة وأتينه سعيا ووقفن بين يديه دون رؤوس ثم أخذ كل طائر رأسه من بين يدي إبراهيم فإذا قدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع أن يأخذها وإذا قدم له رأسه التسقت به مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل وقوته وعظمته عندها خر إبراهيم ساجدا لله عز وجل قائلا في خشوع وخجل أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم في عام 1525 وبعد معركة بافيا التي هزمت فيها فرنسا أمام ملك إسبانيا الشارل الخامس تم أسر ملك فرنسا فرنس الأول فقرر الفرنسيون اللجوء إلى الدولة الإسلامية لمساعدتها حيث طلبت والدة فرنسا الأول بصفتها الوصية على العرش من سلطان المسلمين سليمان القانوني إنقاذ ابنها وتخليصه من الأسر وقبل أن يستجيب السلطان سليمان لطلبها تم إطلاق سراح الملك الفرنسي بعد أن وقع على معاهدة في مدريد أملى فيها تشارل الخامس شروطا صعبة على الملك الفرنسي وبعد خروج فرنسا الأول من الأسر استمر التقارب الفرنسي نحو دولة المسلمين حيث أرسل فرنسوا مبعوثا عام 1535 إلى السلطان سليمان القانوني طالب العقد معاهدة تحالف بين الدولتين سعيا منه إلى الاستفادة من قوة دولة الإسلامية في الحد من طموحات تشارل الخامس وإضعاف قوته فقبل السلطان سليمان بذلك وتم توقيع المعاهدة واستمر الدعم الإسلامي لفرنسا على مدى سنوات وفي صيف عام 1543 احتلت إسبانيا مدينة نيس الفرنسية فاستغاث مالك فرنسا فرنسو الأول بالسلطان سليمان القانوني لإنقاذ فرنسا من الخطر الذي كان يتهددها في هذا الوقت فكلف السلطان قائده الباسل خير الدين باربروس بقيادة الحملة فغادر اسطنبول على رأس قوة محرية كبيرة استولت وهي في طريقها إلى فرنسا على مدينتي مسينة تابعة لسقلية وريجو الإيطالية دون مقاومة ثم استولت على ميناء أوستيا الإيطالي ووصلت سيرها حتى دخلت ميناء تولون القاعدة البحرية الفرنسية في البحر المتوسط ورفعت السفينة الفرنسية المستقبلة لهم أعلام دولة الإسلامية وأطلقت مدافعها تحية لها ودخل الأسطول الفرنسي المكون من 44 قطعة تحت إمرة خير الدين باربروس وتحرك الأسطولان إلى ميناء نيس وقاتل هذا الأسطول الإسلامي الفرنسي على سواحل مدينة نيس الفرنسية تحالفا كاثوليكيا ضخما واستطاع القائد الإسلامي خير الدين باربروس أن يدمر ذلك التحالف الكاثوليكي الجرار ويحرر مدينة نيس الفرنسية ويعيدها للفرنسيين من جديد ونظرا لعلاقة الحسنة التي كانت تربط السلطان سليمان القانوني بفرانسواء الأول فقد تم عقد معاهدة بين الدولتين بعد استعادة ميناء نيس تنزلت فيها فرنسا عن ميناء تولون الفرنسي برضاها لإدارة الدولة الإسلامية وتحول الميناء الحربي لفرنسا إلى قاعدة حربية إسلامية وفي الفترة التي تم فيها تسليم ميناء تولون للدولة الإسلامية أخلي الثغر الفرنسي من جميع سكانه بأوامر من الحكومة الفرنسية وتحول إلى مدينة إسلامية رفع عليها راية الإسلام وارتفع الأذان في جنبات المدينة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير رجل في الخمسين من عمره مارضت ابنته وعمرها خمسة عشر عاما فأوصاه الأطباء بالذهاب بها من القرية إلى أهم مستشفى بالعاصمة فتوكل على الله وسافر بابنته وهناك فوجئ بمساحة المستشفى حيث كانت مدينة طبية متكاملة يسير فيها الراكب بسيارته فتعب من السير بابنته وجلس يستريح في مكان مخصص لركن السيارات وكان بين الحين والآخر يبكي دون أن تراه ابنته بسبب قلة حيلته وبينما هو كذلك وإذا بسيارة فاخرة تركن بجواره ويخرج منها شاب وسيم توجه نحوه وسأله عن حاجته ثم ظل يتأمل في الرجل طويلا وبعد ذلك طلب منه بطاقته سلم الرجل البطاقة للشاب فأخذ يتأمله مرة أخرى من رأسه إلى أخمص قدميه وعلامات الدهشة تملأ وجهه وفجأة دمعت عينا الشاب فسأله الرجل ما بك يا ولدي هل أصابك مكروه لقدر الله؟ قال الشاب بعد أن حمل ابنة الرجل لا وإنما أشفقت لحالك تعال يا عم معي دخل الشاب أروقة جناح طبي متخصص ووضع الطفلة على كرسي متحرك وأخذ يأمر وينهى والكل يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد إليه وراح يطوف بالبنت بين مختبر التحاليل وجناح التصوير بالأشعة وقسم التخدير والإنعاش والجراحة العامة وفي حدود الساعة الرابعة صباحا كانت البنت قد أجريت لها عملية جراحية ناجحة واستعادت وعيها فحمد الرجل ربه وشكر الشاب الذي كان أهم طبيب بالمستشفى وقال له سيبقى جميلك يطوق عنقي ما حييت وبعد ثلاثة أيام أمر مدير المستشفى بمغادرة ابنة الرجل فطلب الشاب من الرجل أن تمكث الطفلة في بيته أسبوع آخر حتى تسترد عفيتها لأن السفر متعب والمسافة بعيدة وبالفعل مكث الرجل وابنته في ضيافة الشاب سبع ليال وكانت زوجة الطبيب الشاب تخدم ابنته وتعاملها بمنته الرقة واللطف وفي الليلة السابعة عندما وضع الطعام العشاء على المائدة قال الرجل والله لن أذوق لك طعاما إلا إذا أخبرتني من أنت أنت تخدمني طوال أسبوع كامل وأنا لا أعرفك وأمام إصرار الرجل قال الشاب يا عم إن كنت تذكر من عشرين عاما فأنا ذاك الطفل الذي أعطيته عشرة جنيهات عندما كنت أجلس خلفك في الحافلة وكنت أحدث زميلي قائلا له هذا العام شحت السماء ولم تنبت الأرض شيئا وأبي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه علي ولذلك فأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام فلما سمعتني تأثرت وأخرجت عشرة جنيهات وقلت لي هذا المبلغ يفي لشراء الأدوات المدرسية كلها فأنا يا عم ذلك الصبي ابن قريتك وابن فلان ولولما أعطيتني ما أصمحت اليوم كما أنا والحمد لله أن قدرني لأرد لك بعض الجميل والله يا عم لو أعطاني أحد كنوز الدنيا لما فرحت بها الآن كفرح يومها بما أعطيتني بك الرجل وقال للشاب أتذكر كل ما قلت ومنذ أن مرضت ابنتي واستحال شفاؤها وأنا أدعو ربي بخالص الأعمال حتى التقيت بك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون